بو جور معكم اميلي يوم عم بعمل جاجع بطاطا بطريقة كتير هيني هيحبوا الولاد وتكون هيني انهم يكلوا وما يجوا كتير ايديهم هيني وعم يكلوا وعن جاد كتير طيبة فينا نكلها بالخبز هيكي فينا كمانا نكلها نعمل حدا رزم فلفل رزب شعيرية ونكلها مثل اليخنى وعن جاد بتطلع كتير طيبة لازم ضروري تجربوا هالطريقة اللي ما بيعرفها اللي تجيج هيك ما بينشف بيدلو جوسي والسوس والبهرات اللي فيه كتير طيبين وبليز ما تنسوا ازا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعطولي لايك واللي ما عمل سبسكرايب بليز يعمل سبسكرايب اول شي انا هوني عندي فروج كامل حتيته عم بسلقه حتيت معه جزر بصال عود ارفي شوي بقدونس طي يعطيوه نكهة طيبة وعندي هوني انا بطاطا شفتو كيف قطاطا بدي نشفها كتير منيح من المي تما تعلق بالصينية انا وعن بعملها وبدي حطها شوية بالفرن انتو اكيد فيكن تقلو بس انا هيدا الطريقة عندي لقي تأهون واكيد بالفرن صحية اكتر هاكي مناكل ما بجعنا ضميرنا انو عم ناكل مقالة اذا نحن عم ننزلهم لقينا شوي بعضهم فيهم ماي مننشفهم منيح منحطلهم معلقة ملح وبيدي حطلهم معلقة بابريكا وكمان بدي حطلهم معلقة توم باودر وبيدي حط شوي من زيت الزيتون وبيدي اخلطهم كتير منيح مع بعضهم هادي الطريقة بيشاوي البطاطا انا دايما بعملها لما يكون بدنا ناكل بطاطا مقلية بدل مقل بطاطا بعملهم هيكي بس كتير مهم انو تكون الصينية كبيرة عليهم ويجوا كلهم دقيين بالصينية مش مش على بعضهم يعني مايكونهم جمعين على بعضهم وبتطلع كتير طيبة بتطلع كريسبي طيبة حد الفتوش طيبة حد الطبولة فينا نعملها دايما ناكلها هيك حدها توم يعني صحية اكتر من القلة منولعها من فوقه من تحت للي بيدور عنده الفرن من فوقه من تحت او منولع بس من تحت ولما يستوي من الكعب بولع من فوق وكل شوي وشوي بيجي بحرك هلا بدي اعمل الصوس عندي هيكي معلقة كبيرة من الطوم المدوق انا هو اللي مفرزتون بدي اعصر لحامضة هلا الحامض للي بحب حامض اكتر اكيد اكيد في زيد يعني بس انحنا بالنسبة اللي قلنا كمية هالحامض كانت كفية وبالنسبة لكمية البطاطا والتجاج بدي حط معن شوي من السبع بهرات شي ملقع صغيرة من السبع بهرات او بهر حلو بس سبع بهرات اطيب وبيدي حط شوي من زيت الزيتون وهيك نص معلقة ملح بدي انا ننتبه انه زوم التجاج فيهم ملح والبطاطا قردي حاطين للملح فما كتر من كتر هلا هوني انا عندي البطاطا شفته استويت ما لزقت بالصينية هلا اوكي الصينية منيحة ما بتلزق بس حتى لو كانت الصينية منيحة اذا كان البطاطا فيه مي حيلزع والتجاج عندي خلص بدي شيلهم فصفصهم وبيدي حطهم فوق البطاطا ودايما بيسلق للتجاج وحطوا جزرة حطوا شوي بقدونس ورق غار عض قرفة بصل هو اللي بنكهو للتجاج كتير طيب واهم شي تعطوه مجال للتجاج لا ينسلق لتطلع طعمته من العظم لانه اذا سلقناه بسرعة بسرعة ما بتزهر طعمته للتجاج ما بيطلع الزوم طيب بالمرأة ما تطلع هيك طيبة عطوه مجال ينسلق شي ساعة كريميل تزهر مزبوط طعمته وانا هون لقيت الصينية كتير كبيرة عليهم للبطاطا لانه انا كمتيها كبيرة نقلتهم على صينية اصغر وعم كمل تفرفط للتجاج وهلأ بدي اخد مرأة للتجاج بدي حط انا اخدتها الكمية اذا لقيت بدي بعد فيني زيد بعد عندي بالطنجرة بحط فوقن الطوم والحامود والبهار و بدي كمان اخد معلقة هيك منيحة من التطحين وحط معا شوي مي كرميل ما تجبل ما في حطة بالصوص الصوص يكون بعده صخن بتجبل بحطها فوقن هايدي بتعطيني كسافة للصوص بس ما بيدلوا هيك مرأ ورخوا كتير بدوي منيحة الطحين بالمي بدي حطها فوقن بدي لقن فوق للتجاج وبوديون ع الفرن واهمة شي هوني فينا ندوق زوم للتجاج اذا لقين لقينة ناقس ملح ناقس شي بتكون نزيدوا شوي حامود فيكم بهالمرحلة وكمان اذا بدكن زوم اكتر فيكن زيدوا من زوم للتجاج شوي اكتر او شوي مي زيادة ونحطهم بالفرن حديث مي يحمر شوي ويجون هيكي او نلاقيهم ما ننسى انو كلهم مستوي بس بدنا ييهم ياخدوا طعمات بعضهم بهذا الوقت انا كن فلفلت رز لانا انا بحبه كتير معرز مفلفل بحس طعمة الطوم والزوم هيكي كتير بيطلع طيب معرز لمفلفل جربوا انتو اللي مش ديقة يجرب فيه الناس ديقتها اكيدة بس اللي مش ديقة معوها ديكل بس اللي تجاج عبططة بالخبزة يجرب معرز ويشوف شو طيبة اللي معرز هيكي طيبة يكون المرق طبعه كتير هيكي بتاخدي رز مع مع الزوم مع البطاطا طعمة الطوم مع الرز كتير طيبة جربوها للي مش مجربة معرز صور طقيلة كتير بس عن جد قدمة طيبة لازم تجربوها والجاج مش طالعي منشف بهيدي الطريقة متل ما بنعملها كاملة هلا فيه بكرة حرجع اعمل كامل بس انا ولادي دايما بفضلوا هايدي الطريقة اكتر بيطلع الجاج جوسي مش منشف واللي ما بحب معرز هايدي بالخبزة عن جاد كتير طيبة لازم تجربو هايدي الطريقة اللي ما بيعرفها وانا خلصت شالكم عجبكم الفيديو وفدكم شي معلومة جديدة بليز ما تنسوا ازا عجبكم حطولي لايك لتشجعوني وعملو شار معرفئاتكم بليز ومارسيك تير اشتركوا في القناة